اصدر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز قرارا بتعيين السيد يوسف عيسى بوبشيت والسيد مازن محمد مطر كممثلين عن الشركة القابضة للنفط والغاز في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري وتتضمن القرارات تعيين السيد يوسف عيسى بوبشيت رئيسا لمجلس إدارة الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري فيما سيواصل السيد مازن محمد مطر عضويته في مجلس الإدارة ومنصبه كعضو منتدب